دلوقتي جمعاتكم مع بينا أحلى مع محمد مكيب وهجر إسماعيل إعداد خلوط طباجة فقط على ريديو جامعة المنصورة يا مسائل فل عليكم جمهور بينا أحلى النهاردة هنتكلم عن المتحانات المتحانات بقى يعني القلق، التوتر، الأعصاب الشدة، كل الحاجات دي مجتمعة في حاجة واحدة فقط وعندنا الطلبة بتتقسم لكذا حاجة الطلبة عندنا في طلبة اللي هم الدحيحة خلي بذكره من أول السنة وبسلمه كل حاجة في نفس الوقت وده المفروض بصراحة اللي احنا نعمله ولكن الطلبة دي بتبقى للأسف معظمها ملوش حياة اجتماعية خالص وفي عندك الطلبة اللي احنا مظننا منها اللي هو عارف مصلحته وبيذاكر وبرده بعيش حياته جوا الجامعة يعني ايه بعيش حياته؟ يعني بيشارك في الأنشاطة الطلابية بيشارك في الندوات وفي الرحلات كل الحاجات دي الطالب لازم يستمتع بيها جوا حياته الجامعة وإلا تكوينه الجامعة مش هيكون كامل لأن الحياة مش مذاكرة بس وفي نفس الوقت مش لعب وأنشطة فقط أما بقى النوع الثالث وده للأسف حاجة ما بتبقاش محببة قوي اللي هو بيبقى ضارب طول السنة طنوش الطالب ده ما بيذكرش خالص طول السنة ويجي بقى قبل الامتحان يذاكر أو يحاول يجمع أي حاجة ولكن للأسف في المعظم اللي هم مذاكرة تبقى تقيل عليه ما بيعرفش حل وفي الآخر بيجي يقول الامتحانات صعبة والامتحانات معرفش إيه وأنا مش عارف حل ودكتور ده امتحاناته تقيلة لأجاب حاجات من برا منهج مع أنه لو كان قرأ هيلاقي الحاجات دي موجودة على الرغم من صحة كلام مجيب بس في طلبة كتير وأنا واحدة منهم بتحب تزنق نفسها قبل الامتحانات وده بيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا وانهيارات نفسية قبل أيام الامتحانات وده غلط ومش هننكر أن ساعات بتثبت معنا بس السؤال هنا ليه إحنا بنخاطر بنفسنا وبنخاطر بسنين من عمرنا ممكن جدا نشيل أو نعيد ووقتها هنندم أننا ضيعنا الثانية واحدة ما ذكرناش فيها لأننا بكل بساطة هنكتشف أن كل صحابنا فيك وبيذكروا من ورانا وأننا اللي نايمين في العسل فذكروا من بدري يا جماعة ويفتكروا أن دايما في وقت وعشان الامتحانات حواراتها كتير حابين نطمن طلاب الكليات واستضافنا ضيف مميز جدا وهو الأستاذ الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية بجامعة المنصورة اللي هيجاوب على بعض التساؤلات الخاصة بالامتحانات أهلا بحضرتك سيادة العميد يا أهلا بيكم وسهلا بيكم وشرفت كلية التربية ونورتها شرف لينا سيادة العميد عايزين نعرف ضمن حضرتك إيه هي استعداد كلية التربية لاستقبال الامتحانات خصوصا في وجود المتحور الجديد لفيروس كورونا والله إحنا الحمد لله عندنا قرابة يعني بالزبط كده 12420 طالب إن شاء الله عملنا ثلاث فترات امتحانية يعني أخزا في الاعتبار تفعيل كافة الجرارات احترازية داخل الكلية عندي في الكلية 10 مدرجات ساعة المدرج تراوح من 500 ل670 للامتحانات وليس للدراسة لأن الدراسة بياخدوا من 700 إلى 1200 وعند 37 قاعة داخل القاعة دي بتستوعب من لجنة لجنتين يعني 48 طالب حد أقصى أخزا في الاعتبار تفعيل كافة الجرارات احترازية إن شاء الله تبدأ امتحاناتنا للتخلفات اللي هما سنة تانية ويسنة ربعة يعني عندنا الكلية مرحلتين المرحلة الأولى أولى وتانية ومنتهية بحيث الطالب ينتقل للفرقة السالسة بلا مواد عشان له دور تاني في المرحلة في سنة تانية في المرحلة الأولى وإن شاء الله بعد أن يكتزل الفرقة الثالثة والتحك بالرابعة يتم تمنله دور تاني في الفرقة الرابعة عشان كده الدور التاني دايما بيبدأ قبل الامتحانات هنبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم 25-12 بداية وله للسنة تانية وثنة ربعة التخلفات والتخلفات دي هاته مش كل طالب عنده أقصر من مادتين يعني تراوح مادة الطالب ده مادة إلى مادتين ومن سما كل يوم عندنا اختبارات للتخلف لغاية إن شاء الله 29 اللي هو بنهاية الأسبوع يوم الأربعة هنبدأ من يوم الخمسة مباشرة بنفس اليوم لأن يوم 29 ده عندنا عدد لا يتراوح من ثلاث طلاب إلى سبعة في الفرقة التانية عشان كده هنبدأ يوم 29 البداية الرسمية للطلاب الجدد للمرحلة سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة وسنة ربعة عندنا ثلاث فترات امتحانية إن شاء الله بدأنا من الساعة 9 الفترة الأولى لغاية الساعة 11 في نصف ساعة لمعاودة تطهير وتعقيم الأماكن هنبدأ إن شاء الله الفترة التانية 11 ونص لغاية واحدة ونص ومن واحدة ونص 11 ونص لغاية واحدة ونص بندي نص ساعة تانية لإزالة أي شوائب حتى يكون المكان أهلا لاستقبال للطلاب للمتحان من الساعة 2 الفترة الثالثة الاثالثة ساعة 4 إن شاء الله عندنا ثلاث فترات بين كل فترة وفترة نصف ساعة الطالب مباشرة عارف مكانه من خلال المواقع الرسمي الكلية عارف أيمتحان فين وعارف أيمتحان إيه ومتواجد بالفعل فيها حسب سنة أولى ووزع ثلاث فترات في اليوم الأول وسنة ثالثة في اليوم الثاني سنة ثانية في اليوم الثالث سنة ربعة في اليوم الرابع ثلاث فترات امتحانية الطالب الحمد لله كافة القاعات والمدرجات تم تفعيل كافة الإجراءات احترازية بداخلها من حيث التعقيم ومدومته من حين لآخر حيث التانية كافة المدرجات أيضا مهيئة لاستقبالها أولئة الطلاب على مسافات داخل كل مدرج المكان اللي يجلس في الطالب محدد من فضلك إجلس هنا عبارة مقرب اللون الأحمر داخل كل المنشات الخاصة بمدرجات المدرج اللي كان بيستععب 1200 طالب داخله الساعة الوقت المتحانية من 400-460 طالب يعني حوالي بالزبط كده أما تيجي تقسم 440 على 24 هيطلع بالزبط 12 لجنة كل مدرج كبير 12 لجنة داخل كل قاعة تتعب من حوالي من 2 ل 3 لجان 36 أو 24 طالب بالحالة 24-48 وـ 24-72 من 72 لغاية 48 طالب الأماكن متاحة الإضاءة كافية أماكن حصر كل شيء ممكن أن يؤثر من ضوضاء وخلافه طبعا محزورة ومستوعى من قبل الطلاب هذا كله يعني الطالب وكأنه بيمتحن داخل القاعات يعني الامتحان العادي اللي بيمتحن دي من خلال الورقة المتحانية عندنا البرامج الصغيرة اللي فيه أعلى الطلاب صغيرة تم إن شاء الله في القراب العاجل في احتمال لا الحق هذا الفصل لما هم عملوا التجربة في يعملنا التجربة في الميتر في الفصل الثاني إن شاء الله يكون عندنا قاعات الاختبارات الإلكترونية مجهزة بأحلس الأجهزة الطالب عرض الساعة فعادة القاعة نفسها بيتروح من 24 لـ 48 طالب داخل هذه القاعات أيضا مهيئة لعقد اختبار الإلكتروني هنبلغ بيسا قبل أن يُعقد في الامتحان إلى إدارة العليا وفي هذا الصراط بيرودني يعني فعلا الشكر كل الشكر لإدارة الجامعة وما السلف مع لي الأستاذ الطور أشعب باسط قيسي مع الجامعة وإسعارة النائب الأستاذ الطور محمد عطيب يومي لأنهم في الفعل حرسون كل الحرص على أن تغير الاختبارات في جوه يعني مشهور بالأريحية الكاملة كيس المكان والتهوية والإضاءة والإضافة إلى تفعيل كافة الإجراءات احتراضية ما لا قلق في كل التربية أن كل التربية جعلت للحد من القلق بل إزابته تماما معك حق طبعا يا سيد العميد طب معظم الطلاب حابين مهنة التدريس إيه هي أهم البرامج اللي استحدثتها كلية التربية لإعداد وتأهيل الطلاب علشان يكونوا قيادات تعليمية مستقبلية بصراحة السؤال جميل جدا يعني ما توقعته بالفعل منكم لأن فعلا عندنا اللوايح الخاصة بكلية التربية لويح تليدة شوية قديمة شوية لما حدثنا لويحنا ما جمعش لجنة كده وأنا نحدث اللايحة ونرفع لجنة القطاع لاجتماعنا بالمستفيدين من المستفيد الأول من كليات التربية مدارية التربية والتعليم بمدارسها الحكومية ومجالس أمناء المدارس الخاصة والدولية ومدارس اللي هي النوعية زال التخصص الدولي المحدد طيب يا ناس يا سوق العمل انتوا تبغوا تريدوا قدرات معينة تتوافر في خريك كل التربية زودونا بها حصرنا رؤى هذه الرواد هذه المدارس بدءا من مدارسة التربية والتعليمية مدارسة الخاصة مدارسة الحكومية ومدارسة الخاصة ومجالس أمناء مدارسة الدولية والنوعية وحضر وضعها لستة يعني كبيرة جدا من الجدارات كان على رأسها اللغة ثم أساليب العرض المتنوعة ثم التمكين من المادة العلمية اللي هي هتقدم للمستفيد ثم اللي هي إدارة الموقف التعليمي وتصميم الموقف التعليمي ومتابعة تنفيذ الموقف التعليمي وده تربوي يعني جمعوا بين الثلاث مهرات أساسية مهرات تقنية مهرات خاصية أكاديمية مهرات تربوي ومنحنا خدنا هذا وحاولناهم ليه جدارات ما عندنا جدارات إدارية وجدارات فنية وجدارات شخصية وجدارات صورية وجدارات إنسانية طيب خدنا دي وحاولناهم ليه ليه مقررات وقلنا المقررات المستهدف من جراء اكتياز هذا المقرر لن يحق الأداف التالية عشان كده قلنا السوق العمل عاوز إيه عايز معلم متحدث باللغة الإنجليزية مثلا متحدث باللغة الألمانية متحدث باللغة الصينية متحدث باللغة معين بجانب اللغة العربية الأم فوضعنا برامج عندنا في الجانب العلمي عندنا معلم أعداد معلم العلوم في التعليم الأساسي باللغة الإنجليزية أعداد معلم الرياضيات في التعليم الأساسي أيضا باللغة الإنجليزية تعالوا بقى نشوف التعليم السنة هنلاقي هناك معلم الكيميا معلم الفيزياء معلم الرياضيات معلم بيولوجيا معلم جيولوجيا الخمس خصصات اعداد معلم كل تخصص منها باللوية الإنجليزية طيب وقفنا عند كرة لا شفنا مدارس دولية ومدارس ستم كل محافظة كان فيه مدرسة اللي هي العلوم المتكاملة ستم وقل عندنا في جمصة مدرسة كل محافظة في مدرسة هم فروض يبقى 17 مدرسة هم الآن 18 مدرسة بعد المحافظة في شمال المدرس طيب انت عايزين ايه يا مدرس ستم عايزين اعداد مدير قائد لهذه المدرسة بمقاومات معينة طيب عندنا اعداد معلم للعلوم واو اللي هي التخصصات النوعية يعني اعداد عملنا بدأنا بايه بحصر احتياجاتهم في حاجتين اتنين ان احنا نمشي بالتوازن نعد قادة لهذه المدرس وندرب معلمي لعلاقات الانتاج الاول في هذه المدرس على البرامج الجديدة فعملنا دبلومتين دبلوم مهني لاعداد قادة مدرس ستم باللغة الانجليزية ودبلوم مهني لاعداد وتدريب معلمي مدرس ستم اللي هي العلوم او الرياضيات والتكنولوجيا طنفناهم طيب ماوقفناش عند كده بس قلنا لا احنا محتاجين باكتاريوس للطلاب الجدد فعملنا لايحة جديدة اعتمدت المدرس على الجماعات بعد عرضها لجنة القطاع ثم اعتمدت المدرس على الجماعات لاطلاق القرار الوزاري وتم اطلاق القرار الوزاري في تمنتاشر سبعتاشر ثمانية اه عشرين وتم بالفعل بعد عود يعني بعد ارسال اه القرار الوزاري لنا عن طريق اللي طبعا يعني برضو مش عيد هاي التاني الشكر والتقدير وكل اه يعني الدعاء اللي لهم بالفعل لانهم فعلا ساعدونا الادارة العلية الجامعة على رأس هذه الادارة اه بالفعل اه قائد وزير لان هذا الرجل اه ساعد كل كليات التربية كليات الجامعة التمنتاشر ونص لو اقولنا المعهد التمرض نص خليه كلية عشان ما يزعلش مننا يبقى تساعدتاشر كلها الصغير كلية كل كلية من دول لها مطالب في ادارة الجامعة ازاي تستوعف في نفس الفترة كل واحد في سبق في تنافسية فانا بشكر معلي القائد وزير بستو الأشر عباس وايضا استاذ دكتور محمد عطية لدعم الدائم في هذه الدراسات في نفس الوقت استاذ دكتور اه اشرف طارق نايا برئيس الجامعة للبحوث لاندعمنا كتير في الدبلوم المهني لاعداد معلم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والدبلوم المهني لاعداد قارة هذه المدارس اللايحة الجديدة اتحت لها بحبوحة لاستقبال طلاب السنة والعام في التخصصات النوعية المطلوب اصراء معلميها بجدرات معينة وفقا لإحتاجات سوك العمل عندي معلم شفستين بقى بقدم خمس تخصصات معلم البيولوجي بالولوية الإنجليزية معلم الجيولوجيا معلم الكيميا معلم الفيزياء معلم الرياضيات بس هنا برضو عشان احنا فيه كان فيه صعوبة او صعوبات بتواجه ادارة الكليات لاستقبال مثلها أو للتسويق لهذه البرامج البرامج يعني اولا المقابل المادي اقل مقابل المادي في برنامج نوعي على كليات الجامعة الداخل مصر وداخل الداخل في الدقالية وفي كل محافظات مصر يعني انا عندي بالضبط كده ستة الاف ومتين بيتدفع على مرتين ففاش برنامج بيتقدم باي كلية من الكليات وخلاص بيكون مطلوب في سوك العمل قريجو بمثلة ومع ذلك وحدنا من المرامج النوعية السبعة والبرامج الخمسة اللي ان الاقبال كان علىها محدود لانه وجدوا مصار اخر نمرة واحد نمرة اتنين مش برامج جديدة قدام الطالب الطالب مكتب التنسيق بيرشح لطالب لكلية التربية احنا بقى في مقابلتنا اللي بنقنعه قدامك برامج مميزة كيت وكيت 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 الخمسة والاتنين وقدام مرامج السبعة الخمس برامج وقدامك نفس البرامج ده ده جاية عادية ولكن في لقاءات في اساليب بتعدد للتسويق ايضا الناس اللي بتتفاعل مع مدرس السبعة وبرامج النوعية وعمل اللقاءات واستعاب مدير تلك المدرس اللي لقاءات اللي يعقد ويرش عمل اللقاءات مع الطلاب الجدد مرة واتنين وثلاثة الا ان برضو احنا مجتمع الدقالية مجتمع جميل ومن سمات جماله ومعالم جماله انهم بينزع الى النيل والريف شوية فما زالت السبعة الريفية ومسيطرة في نفس الوقت انا يعني انه قوله خد باللغة الانجليزية هيقبل العربية تب خد باللغة الالمانية هيقبل الانجليزية تب خد ان التحولات بتحدث لكلية التربية في السنة التانية مش في السنة القول مشان كؤلاء كل اللي هحاول ان شاء الله يخش هذا الوقت دخل هذا البرامج ولطحك بيها عنا طلب برامج مفاعلين في هذه البرامج الخمسة برنامج البيولوجي وفي ستتاشر طالب برنامج الواحده وبرنامج الكيمية وفي ستة الطلاب وبرنامج الرياض وفي ستة الطلاب بس بصراحة يعني هذه البرامج بتقدم وتكسب الطالب جدارات هي هي ما يحتاجه سوك العمل فانا عايز دعوة لطلاب السنة العامة او لطلاب سنة اولة في اي كلية هيحولوا عندنا يقبلوا على هذه البرامج مش هيخسروا حاجة بل هيكسبوا حاجات كتير اول تلك المكاسب انه في سنة ربعة بيتم التعاقد معه من قبل هذا المدارس كمعلم مش معلم اول ومعلم اول لا معلم تحت التدريب على مدار السنة ربعة وانا كده ان شاء الله بيستبت فيها ومبلغ كبير مش قليل فالبرامج كسر بس احنا عمدين طلاب والبرقة فيك وبا ان شاء الله بعد بقى تخرج الطلاب من السنة العامة او زي ما احنا بنقول عنق الزجاجة لمحالة التعليم الجامعي ايه الفرق بقى في اسلوب المذاكرة ما بين المرحلتين وازاي الطلاب الجديدة تتأقلب على الحياة الجامعية السؤال الجميل من انسان اقصر جمالا حقيقة كان فيه دورة كان فيه ورشة عمل قريب جدا في المركز سطورة الجامعية مقدمة الى مثل هؤلاء الطلاب الحياة الجامعية مرة طلباتها كافية لماذا وكيف الطالب في الجامعة انا على اعتقاد كامل لو زاكر داخل الكليه التربية من اول يوم خمسين في المية من مذاكرته في السنة العامة هيجيب تأدير وهتفوق بس هي القضية ان الله ما تعملش تراكمات وانت بتزاكر بمعنى انت حضرت النهاردة محاضرة مثلا حيوان او نبات او فيزياء او كيميا حاول تقف على محتوها يوميا لان انت معرفش بكرة ايه محاضرات اخر التراكمات محاضرة مع محاضرة مع محاضرة بتبقى زي الحجر الصلد كده بتعمل يعني بايحاءات للطالب ان هي حاجات صعبة انما لو بدأ اقتحم هيزيب هذه او هذه العصارات المترك عشان كده ما تأجلش طبعا اقول لنا زملاء تأجل عمل اليوم الى الغد هذه واحدة ثانيا كف على محتوى المحاضرة قبل ان تقدم لك لان لو وقفت على محتوى حتى لو 30% هتسمع المحاضرة هتزود حاصلتك من محتوى المحاضرة 30 تانين يبقى باقي 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 كام 40% هتروح تذاكر المحاضرة بسهولة بص تبقى عليها ادراك كامل محتوىها 100% هذه واحدة الثانية ان انت دايما المحاضرات عندنا دايما اعدادنا سلسل ابعاد الطالب يعد داخل كليات تربية اعداد تخصصي اكاديمي اعداد تربوي مهني اعداد ثقافي عام بمعنى ان فعلا كليات تربية بمقرراتها يعني يمكن من الكليات اللي الطالب فيها بيمتحن فترة طويلة جدا بمقررات عدادها اكبر من اي كليا اخر لان ما يتخرج من عندي بياخد ايه الطالب اللي تعالي علمي اللي هو كيميا وفيزيا ورياضة وجيولوجيا وبيولوجيا او علوم اساسي او رياضيات اساسي بياخد بكوريوس علوم وتربية الخريج الشعب الادبية كيميا قضي غرافيا وتاريخ وانجليزي وفرنسي وعربي ودراسات او علم نفس او تربية خاصة بياخد بكوريوس اداب وتربية يعني بيجمع بين كليتين في كلية واحدة ومن ثم ما يستكشلش الطالب ما يستكشلش الطالب المقررات اللي عنده لان هي بتحقق بالفعل عدم من الساعات اه احنا نظام الفصل الدراسي بس بياخد صورة اعتبار من القبل لجنة القطاع اللجنة العليا لبرامج التربية واعتمادها ان بياخد صورة اعتبار ايه برضو عرض المقررات اللي بتسهم في اسرائيل جانب الاكاديمي تخصصي وتحقق اداف اجتيازه والمقررات اللي بتسهم في اسرائيل جانب المهن التربوي والمقررات اللي بتسري في جانب الثقافة العام بيطلع عندنا معلم محترف وبعتارش معلم هاوي بمعنى بعض الكليات بتجد ان هي بتورد لنا طلابها بعد ما تخلص من اول اداب وتجارة وحقوق وزراعة وحاسباته المعلومات والساع وفنادق وانون جن كل الكليات الانسانية والتربية وتورد كليات بتورد عندنا طلابها بعد ما خلصهم عشان ياخدوا دلوم تربوي مش معنى كده ان اصبحوا معلمين محترفين لان التربية مش ملعات سكر بحطها في كبات مية ودوابها وقالك اشربها تبقى تربوي لا التربية قيمة على الخبرات المتركمة الى السنوات اربعة ما ينفعش ادخل طالب خريك كليات اداب كليات تربية لمدة سنة ويبقى تربوي يصلح لمصر ودول خليج الست وفيصلح اينما وجد في المكان التي عيسوما تواجد فيه فيا ست طب يا سيادة العميد في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد ايه اللي ممكن يحصل في حالة عدم موجود بطاقات التطعيم مع الطالب وهو برايح الامتحان والله يا سؤال جميل ايضا حتى كنا في مجلس الجامعة او الامس وشير لهذا والقليات بسطة جدا جدا اولا كلية التربية اللي تم تطعيمه على مدر الجرعة الاولى الجرعة التانية كان بيتراوح بين اتنين وتسعين وخمسة وتسعين في المية من طلابها القدامى والجدد اللي اصطف تطعيم يكادي يكون مية في المية من عدد تريس إلا اصحاب الامراض المزمنة واصحاب من لدي مشارات طبية الهيئة اللي ايض بالنسبة للعمال والامن كل دول مية في المية الحمد لله فالنسبة عندنا يقول ايه لو مع ذلك الطالب اللي يلطحك بالامتحان في اول يوم هيقدم دليل اه اه حصولي على اللقاحات في المرتين طيب نساه هيخده كل الامتحان مع تعهد بان يأتي بقى في اليوم الثاني لامتحان طيب ما اطعمش عندنا اللي جاني الحمد لله يعني في هذا الصلاة بشكر مع النائب الخلوك يعني بصراحة رسالة طرم حمود المليجي لم يعني يعني يتدخر جهدا في سبيل تطعيم كافة منتسبة ومنسوب الجامعة من عدد ريس وطلاب وهيئة معاونة وموظفين وعمال وافرد امن حتى من الخارج طبعا عدد ريس وعائلاته وعوائلهم الطالب ده ما جاه ما اطعمش عندنا اللي جاني تطعيم موجودة بالفعل هنطعم ان شاء الله وبرغبته وبحبه اللي ازا كان هناك حق المرضي يحول دي نزلك اضف الى هازم الطالب مش عادي تطعم النقطة كمان هيعمل اكتر والطعم المرة الجاي فالامور ميسرة وسهلة وبسيطة وان شاء الله تفاقلوا بالخير تنالوهم شكرا كده كل اللي عليك انك تيجي مزاكر بكمامتك بالكحول بتاعك وحتى لو ما اطعمتش كمان الكلية هتطعمك اعتقد ما فيش حاجة اسهل من كده طيب سيادة العميد بقى بالنسبة للتصحيح الالكتروني معلش كده عايزين حدراك تشرحه وتبسطه للطلاب علشان يعرفه ايه هي الالية بتاعته وازاي عموما بيتم التصحيح الالكتروني والله الاجراءات ما بدأتش بمت الكلية الاجراءات بدأت من كنت وكيل حتى الفين وقمستاشر لحد دلوقتي الاجراءات بدأت ازاي احنا عندنا في كلية التربية كانت البداية ان الجانب التربوي والجانب الاكريم التخصصي والجانب الثقافي العام نادر ما يمكن ان يعقد حيال اي مقرر مقررات هذه البرامج اختبار الالكتروني من ايه ازت اختبار موضوع من ايه او زت كان فيه جزء مقال وجزء موضوع داخل اختبار نفس وكل اختبارات كده ليه انا على يقين كامل بان الاختبارات الالكترونية في نفس هذه المقررات اولا ممكن قلة تقيس جزء معين من نواتك التعلم الخاصة بكل مقرر ومع ذلك عندنا مقررات في الادارة عندنا مقررات في الجانب الاكاديمي الكامية الفيزي البيولوجي الراديات الكامية الفيزي البيولوجي الجيولوجي اذا تلاقى خليط تبقى الالكترونية ان شاء الله وبناء عليه تم اول حاجة اعداد بنوك اسئلة لمثل هذه المقررات وفقا من طلبات الجامعة في هذا الصرط نمرة اتنين تم اعداد مركز كامل للتصحيل الالكتروني داخل الكلية بها اجهزة الحمد لله مستحدثة وحديثة مستحدثة اللي عندنا من خمس سنوات عملناها صيانة دورية والحديثة اضافة الجانب الاجهزة الموجودة على التلات اجهزة الاسبوع الماض لهذه واحد الثانية احنا في صرط ما وش اقترونية فقط احنا في صرط احنا هنا مش رسحة اقترونية فقط عشان نضمن القيم الحاكم العملات التعليمية اللي رأسها الشافية والتوازن والعدالة للطلاب عشان كده احنا بصرط الوقتي انشاء مركزين لاختبارات الالكترونية بين جهازه من الوقتي من المسال التعلم عندي فيه دور ارضي كامل عندي الدور التاني فيه قاعتين كاملتين هيبقوا حجرتين دولارة مجهزين ان شاء الله على اقتبارات الفصل القادم مش الفصل الثاني الفصل التاني ليه لان اقتبار الالكتروني عشان نعمله في مقررات معينة لابد ان يكون لكل هذا كل اقتبار منهم او لكل مقرر منهم منك اسئلة وفي نفس الوقت يكون كامل من ايت وزيد الالكترون عشان جنا كل قسم بقول لهم عندنا طمان اقسام خمسة تربوي وثلاثة اكاديمية التلاثة الاكاديمية بداخلهم خمس شعب اللي هو اللواء العربية واللوات في عربي في انجليز وفرنسي والدراسة الاجتماعية في جغرافيا وفي تاريخ يعني خمس تخصصات داخل ثلاثة اقسام بالاضافة الخمس الأقسام التربوية فكل قسم ارسل انه هو يقدم مقرر فلاني او مقرر واحد او اتنين الالكترون وبعدها ان احنا هنعمل التقربة هذا الفاصل مقرر من كل قسم داخل نطاق كل برامج كل طالب تنجح التقربة نجنس المرها من العدالة والشافية والوضوح بعد كده بنعمم في اختبارات معينة داخل كل قسم مش بالضرور ان يكون كل المقررات مقررات كل برنامج مية في المية الالكتروني لا من هذا وذاك حتى يدرب الطالب على كيف يكتب كيف يستفيد بما كتب الحمد لله في السبيل هذا بين تعد الكلية المركزين دول الاختبارات الالكترونية مع وجود مركز الالكتروني مع وجود نصف معظم الاختبارات موضوعي اتشرفنا بحضرتك معنا يا سيدة الحميد لا انا الشرف لي انا وسعيد بيكم والله وانا اتمنى تقرار مثل هذه الزيارات لان فعلا فيها واعي وتوعية واعي لمن يعني لم يحلف الحظ ويعرف مثل هذا وتوعية بما يمكن ان نقدم كلية التربية من الكليات الرائضة وكلية المؤسسة كلية التربية لو بصين الاربع تواريخ هنجد انها هي يعني لها هذه التواريخ على موقع كلية التربية لها دلالة تسعة وستين واثنين وسبعين واربعة وثمانين واربعة وثمانين في تسعة وستين كانت النشأ كلية المعلمين في اربعة في اتنين وسبعين كان الاسم الجديد كلية التربية جامعة شرق الدلدة ثم جامعة المنصورة مع دي كلية الطب وكلية علوم ثم 84 وانتقال المبنى السنوية اللي كان مبيت اللي مدير مدرسة السنوية العسكرية بس إلى هنا تأسيس ثم الانتقال النهاية سنة 94900 التوريخ الاربعة دي لها موقع على خريط كلية التربية وهي محفورة في قلب كل تربوي خريط كلية التربية فأنا سعيد بكم وأكون أسعد لو قررت الزيارة دي المتحانات وشوفتوا على الطبيعة ما يمكن أو ما يتم تطبيقه من ما كلناه لكم وأخبرناه أنا شاكر وجودكم وشاكر مثل هذه النقاط الجميلة اللي بتفتح للطالب وخاصة من تسب كلية التربية من طلاب وطلبات 1224 طالب وان شاء الله واربعة تلاف وستمية درسة عليا تفتح لهم الطريق والأمل اللي يتضعفوا والإخبار على كل التربية هبشروا مريبا ان شاء الله لكن القطاع التربوي بتسعى جاهدة لعولة التكليف استبشروا فسوف تكلفون اشتركوا في القناة